موسيقى الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في السياسة الوطنية موسيقى خلال جلسة لمجلس الامن اتهامات متبادلة بين موسكو والغرب وغوتيريش يحذر من تصعود تهديد باستخدام الاسلحة النووية الخزانة الامريكية تقول ان تضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة وتتوقع ان ينحسر العام المقبل موسيقى منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تاتي حضراتكم من القاهرة اهلا ومرحبا بكم نستهل هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري اليك سمر شكرا لك حور اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دورين تانج اكد على حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وفي اجتماع اخر مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الاهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في انشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الاجنبية العريقة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد ايمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس اكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بان المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة اساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية حيث تدعم مصر في هذا الاطار اوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الاعمال والمبتكرين حيث تم من هذا المنطلق اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر من جانبه اعرب السيد تانج عن تشارفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات الى جانب مساندة جهود التنمية واتحة فرص عمل لشباب المبتكرين وهو ما تجسد في اطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في اطلاقها في مصر وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية الفين وثلاثين وهو ما يجعل من مصر نموذجا ملهما يحتذا به في سائر منطقة الشرق الاوسط بالنظر الى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو انجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحادثة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد ايمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بان تهدف استراتيجية التعليم العالي الى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة واهدافها الوطنية المنشودة خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعية والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي موجها سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الاهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة وقد عرض الدكتور أيمن عشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات وكذلك الجامعات التكنولوجية كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمال المرتبطة بكل إقليم فضلاً عن التطقيق في التوزيع الديمغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضاً جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم فضلاً عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرنكفونية نهاية الشهر أكتوبر القادم وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرنكفونية عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الضخمة التي تخدم نحو ستين مليون مواطن من أهالي الريف حيث تخدم القطاع الأكبر من المصريين وتسهم في تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم وهو ما يتطلب تكثيف الجهد المبذول وزيادة أعداد العمالة والمعدات اللازمة بالإضافة إلى ضغط الجداول الزمنية سعيا للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة أقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة سير هذا المشروع الحضري الكبير في ضوء تكلفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله على النحو الذي يضيف مظهرا حضاريا للعاصمة ومتنزها لأهلها في سياق آخر ناقش رئيس الوزراء مشكلات عدد من المستثمرين بمحافظة القاهرة وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم والتغلب على التحديات التي تواجههم وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات كما تم استعرض عدد من ملفات المستثمرين التي وجهتها بعض المشكلات خلال السنوات الماضية بهدف العمل على حلها قررت لجنة لسياسة النقضية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الاعتمان والخصم عند مستوى 11.75% كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقضي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلاً من 14% حيث سيساعد القرار في تقييد السياسة النقضية التي يتبعها البنك المركزي تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الضالعة في تلك الأنشطة الإجرامية هذا وتمكنت أجهزة الوزارة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابع تصدي حاسم من أجهزة وزارة الداخلية لجرائم زراعة وجلب وتهريب المواد المخدرة وإحباط لمحاولات إغراق البلاد بها استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المنخصة مخزاناً للمواد الكيمائية ومصنعاً لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصابية بالقاهرة يمتلكه عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإدجار في هذه العقاقير وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلو جرام لمواد عقاقير مخدرة و15 ألف كرس مخدر وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع تلك العقاقير وأدوات التصنيع هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 12 مليون جنيه نجاحات الأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة تتواصل في كل مكان على أرض مصر لضبط القائمين على تروجها فقد أحبطت الإدارة بالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام محاولة أحد العناصر الإجرامية جلب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهايدرو من شرق الغرب قناة السويس وتمكنت من ضبطه والسيارة قيادته بنطاق دائرة قسم شرطة الجنين بالسويس وبحوزة 2500 تربة لمخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الهايدرو وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 19 مليون جنيه النجاحات الأمنية تواصلت في استهداف القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة فقد استهدفت الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن السويس والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم 69 كيلو جرام ونصف من مخدرات الحشيش والهايدرو والهيروين وتسعة آلاف قرص مخدر العقار الكبتاجون وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة خمسة ملايين جنيه لم تقتصر النجاحات الأمنية التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة عند هذا الحد فقد نجحت الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن جنوب سيناء والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في استهداف عدة أماكن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء يتخذها عناصر إجرامية وكرا لتخزين المواد المخدرة والإتجار بها وتمكنت من ضبط قرابة طن من مخدر البانجو وقرابة 46 كيلو جرام من مخدرين الحشيش والهيروين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة ملايين دنيا الإدارة بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة ومدرية أمن سوهاج استهدفت عنصرين من ذوي الصوابق الإجرامية بسوهاج تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازت أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة وتم ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدري الأفيون والهيروين وأقراص مخدرة وأربع قطع سلاح ناري وطلقات نارية وسيارتين ودرجات نارية ومبلغ مالية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة مليوني جنيها وتستمر النجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها الحاسم لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة بما يحمي البلاد من آثارها السلبية وتداعيتها على المجتمع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 343 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 78 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 205 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز نقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية بزيارة محافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان وبنك الطعام المصرية وذلك في أول استجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف المحافظات كما أثمرت تلك الزيارة عن إعلان جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني اطلاق مبادرة خاصة بذوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطن محافظة الأقصر في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة بأكملها كما أطلق بنك الطعام المصري عضو التحالف مبادرة لتقديم دعم شامل لمرضى الجذام من أهالي محافظة الأقصر بالإضافة إلى توفير دعم غذائي متكامل لأسرهم وذويهم اشتركوا في القناة وعالمياً مشاهدين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن فكرة الصراع النووي أصبحت موضع نقاش وهو الأمر الذي اعتبره غير مقبول على الإطلاق وأكد جوتيريش على ضرورة أن تلتزم الدول النووية بتعهداتها بمنع استخدام تلك الأسلحة مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تسببت في تفاقم أزمات الغذاء والطاقة والتمويل إن فكرة حرب نووية التي لم تكن لتخطر على البال في الماضي بات البعض يشير إليها اليوم ومجرد ذلك مرفوض تماماً يفترض بجميع الدول حائزة السلاح النووي أن تلتزم من جديد بعدم استخدامها وبالتخلص منها بشكل نهائي كما أني منشغل انشغالاً عميقاً حيال ما وردني من معلومات بشأن خطط تهدف لتنظيم استفتاءات مزعومة في مناطق أوكرانيا التي تخرج عن سيطرة الحكومة الأوكرانية إن أي ضم لأراضي دولة من دولة أخرى من خلال التهديد باستخدام القوة أو اللجوء لها يعد انتهاكاً لمثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هذا وأكد وزير الخارجية سيرجي لفروف أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحمي سلطات كييف من المحاسبة وأشار لفروف أن قوة مناوئة لروسيا وصلت للحكم في أوكرانيا وأضاف لفروفان الغرب يحاول الترويج بأن العملية العسكرية الروسية باعتبارها السبب الرئيسي لكل المشاكل إنما يتجاهل حقيقة أن الجيش الأوكراني ظل يقتل سكان دومباس طوال ثماني سنوات مع الأفلات من العقاب أعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هزيمته باستدعاء جنوده للتعبئة العامة ومشدداً على أن كييف لن تسمح له بالانتصار وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أشار كوليبا إلى أن عشرات الآلاف غادروا من روسيا بعد إعلان بوتين التعبئة مشدداً على أن روسيا لن تتمكن أبداً من القضاء على شعب بأكمله وأن كل أوكراني مستعد للدفاع عن بلاده بدوره قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن روسيا اختارت توسيع العملية العسكرية في أوكرانيا من خلال استدعاء ثلاثمائة ألف جندي من الاحتياط كما أضف بلينكين أن موسكو ضاعفت من حجم العملية العسكرية في أوكرانيا بدلاً من تغيير المصار الرئيس بوتين يضاعف ما يقوم به يختار أن لا ينهي هذه الحرب بل أن يوسعها ليس أن يسحب جنوده بل أن يستدعي ثلاثمائة ألف جندي إضافي ليس أن ينزعفت للتوتر بل أن يعمل إلى التصعيد من خلال التهديد بالأسلحة النووية وليس أن يعمل من أجل حل ديبلوماسي بل أن يجعل هذا الحل مستحيلاً من خلال السعي إلى ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية من خلال استفتاءات مشينة الرئيس بوتين إذ يجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة قرر أن يصب الزيت على نار الذي بدأها مزدارياً مثاق الأمم المتحدة وجمعية العامة وهذا المجلس أن النظام الدولي الذي نجتمع اليوم لإعلائه يتعرض للاعتداء أمام أعيننا ولا يمكننا لبل أننا لن نسمح للرئيس بوتين بأن يفلت بذلك دعاً لرئيس الأوكراني فولوديمير زلانسكي الروس إلى الاحتجاج على قرار تعبئة على الجبهة الأوكرانية والذي أعلنه الكريملين أو تسليم أنفسهم لقوات كييف وقال زلانسكي بالروسية في رسالته المصورة التقليدية أنه قتل خمسة وخمسين ألف جندي روسي في هذه العملية العسكرية خلال ستة أشهر ومطالباً الروس بالاحتجاج والنضال ضد قرار التعبئة أو الهروب وتسليم أنفسهم للجيش الأوكراني أصدرت الحكومة الروسية قراراً يكفول للمواطنين ممن يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية في البلاد يضمن لهم وظائفهم وحقهم في العودة إلى شغلها بعد تسريحهم وجاء في قرار الحكومة أن المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم للتعبئة سيتمكنون من الاحتفاظ بسرايان عقود عملهم والعودة إلى وظائفهم لشغلها على نفس الحقوق بعد تسريحهم كما أضافت أنه تم إدخال التعديلات اللازمة على تشريعات العمل وقع رئيس الوزراء ميخايل ميشوستين على القرار أعلنت هيئة أركان الجيش الروسي أن نحو عشرة آلاف شخص تطوعوا في إطار التعبئة للقتال في أوكرانيا في الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان أن الجنود وصلوا من تلقاء أنفسهم إلى مراكز التجنيد من دون انتظار استدعائهم كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تعبئة جزئية لنحو 300 ألف من الجنود الاحتياطيين ممن لديهم خبر عسكرية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف إن وضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا كما أشار بسكوف إلى أن بلاده تواجه النيتو في أوكرانيا بحكم الأمر الواقع لذلك نعتبر التعبئة ضرورية كما أوضح المتحدث باسم الكريملين أن المعلومات حول الازدحام في المطارات وعند نقاط العبور بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا مبالغ فيها وهناك العديد من التزييف وضيفا أنه يجب التعامل مع تلك المعلومات بحذر شديد قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديذ إن بلاده مستعدة لاستخدام كل الوسائل بما فيها الأسلحة النووية الاستراتيجية للدفاع عن الأراضي التي ستنضم إليها وأوضح ميدفديذ أن دومباس والأراضي الأخرى سيتم تعزيزها من قبل القوات الروسية بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا مشددا على إمكانية حماية تلك المناطق ليس فقط بقدرات التعبئة ولكن أيضا بأسلحة روسية بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية أكدت ألمانيا استعدادها لاستقبال الفرينة من الجيش الروسي وقالت توزيرة الداخلية نانسي فيزر بحسب مقتطفات من مقابلة صحفية إن الفرينة من الجيش الروسي المهددين يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا كما ذكرت أوزيرة الداخلية بأن الحصول على لجوء السياسي ليس عملية القائية بل أنه مرتبط بقرارات فردية شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانيس ستولتنبرج على ضرورة أن لا يتم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى نزاع نووي مؤكدا أن الحلف لا يرغب باندلاع حرب نووية وأضاف السلتنبرج أن هناك اعتقاد سائدا بأن النزاع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات لذلك تعمل دول الحلف على تقوية موقف أوكرانيا قال الرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه يرغب في رفع عقوبات الاتحاد الأوروبية المفروضة على روسيا بحلول ديسمبر المقبل وخلال اجتماع داخلي للحزب الحاكم دعا أوربان الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعهم لتأكد من أن أوروبا سترفع العقوبات في موعد أقصه نهاية العام في وقت تعتزم فيه بروكسل فرض مزيد منها كما ندد أوربان في هذا السياق بتصاعد الأسعار جراء العقوبات في وقت تشهد المجر تضخما كبيرا وتخشى على إمدادات الطاقة هذا الشتاء انطلاقا من تعويلها الكبير على الوقود الروسي قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزي بوريل أن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا وأوضح بوريل أن دول الاتحاد ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لكييف إلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا لا تزال ردود الفعل الغربية تتوالى إذا أقرر الرئيس الروسي فلودامير بوتين تنفيذ تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا المزيد نتابعه في التقرير التالي تتوالى ردود الفعل الغربية إذا أقرر الرئيس الروسي فلودامير بوتين تنفيذ تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوساب بوريل في ختام اجتماع عقده وزراء خارجية الدول الاتحاد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوزراء اعتمدوا بيانا يدين بشدة تصعيد الروسي الأخير وصرح بوريل بأن الدول الاتحاد ستواصل زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا كما ستدرس وتقر إجراءات تقييدية جديدة ضد شخصيات وكيانات روسية وفق تعبيره كما أعربت رئيسة المفاوضية الأوروبية إرسلا فاندرليان عن اعتقادها بأن القرار الروسي يدعو إلى فرض حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا من جانبها تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية لسترس بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا متعهدة بإنفاق ثلاثة بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي على موازنة الدفاع بحلول عام 2030 بدوره أدان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الإعلان الروسي وأكد أن بلاده ستواصل فرض عقوبات مشددة على موسكو بينما ستزيد من دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا وبمقتدى مرسوم التعبئة الذي وقعه بوتين يجرى استدعاء فوري لجزء من قوات الاحتياط ممن خدموا في السابق بالجيش الروسي ولديهم خبرة قتالية أو مهارات عسكرية متخصصة ولن يشمل القرار الطلاب أو المجندين الذين يخدمون لفترات إلزامية مدتها 12 شهراً في القوات المسلحة ووفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فإن الجيش سيستدعي في البدء 300 ألف جندي على مراحل على أن تكون المهمة الرئيسة لهم تعزيز خط الجبهة في أوكرانيا والذي يتجاوز طوله حالياً ألف كيلو متر قالت وزارة الخارجية الألمانية إن سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا تتعرضان لخطر جسيم بسبب تصرفات روسيا التي وصفتها بغير المسؤولة وأشارت الخارجية الألمانية في بيان لها إلى أن برلين لن تعترف بالاستفتاءات في الأراضي الأوكرانية وسترد بمزيد من العقوبات على روسيا قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخ تعقب مباحثات مع ناظرها الفرنسي إن التعبئة الجزئية الروسية والاستفتاءات المقرر أن تجرى في أجزاء من أوكرانيا لم تمنع الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا من جانبه قال وزير الدفاع الفرنسي إن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا من حيث التسلح والتدريب كما أضاف أن فرنسا بحاجة إلى المزيد من التعاون داخل حلف شمال الأطلسي النيتو للقيام بذلك ومواصلة دعم كييف ندد حلف شمال الأطلسي النيتو بخطة موسكو لإجراء استفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا وقال المجلس الذي يضم الدول الأعضاء في الحلف في بيان إن الاستفتاءات المصورة في مناطق دونيتسك والوهانسك والزابريجيا وخيرسون في أوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكا صارخا لمثاق الأمم المتحدة مضيفا أن أعضاء الحلف لن يعترفوا بضمهم غير القانوني وغير المشروع مؤكدين أن هذه أرض أوكرانية قال البنتاجون إن تصريحات الأخيرة الصادرة عن روسيا لا تؤثر على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء لمساعدة أوكرانيا في خضم الأزمة المستمرة هذا وأكد المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر أن التصريحات أو الإعلانات الصادرة من روسيا لا تؤثر على التزام الوزارة بمواصلة العمل عن كثب مع شركائها الدوليين وحلفائها بشأن تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه أدنى وزراء خارجية مجموعة السبع ما وصفوه بتصعيد موسكو للصراع في أوكرانيا وتوعدوا بفرض عقوبات جديدة عقب إعلان روسيا تعبئة جزئية كما ندد وزراء ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل بالاستفتاءات في أراضي أوكرانيا ذات السيادة التي أعلنت عنها السلطات الموالية لروسيا في منطقة دونباس واعتبروا أن التصويت لا يمكن أن يكون حرا أو نزيها بوجود القوات الروسية وأكد البيان أن مجموعة السبع ستفرض عقوبات جديدة محددة الأهداف وستواصل الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا كانت مناطق لوانيسك ودونيسك وخيرسون قد أعلنت عن إجراء الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا بداية من اليوم الجمعة وأشرت إلى أن عمليات التصويت ستستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري بدورها أشارت زابوريجيا إلى أنها قد تجري استفتاء مماثلا خلال الأيام المقبلة أثار الإعلان عن اعتزام مناطق في أوكرانيا تنظيم استفتاءات على الاستقلال سلسلة اندادات غربية واسعة نتابع المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة إنجي طاهر الاستفتاء على الانضمام لروسيا في أوكرانيا لم يعود مجرد فكرة أو اقتراح لكنه بات واقعا مفروضا مع تحديد مواعيد لإجراء التصويت داخل أربع مناطق هي لوجانسك ودونيسك وخيرسون وإقليم دونباس بدءا من يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر وحتى السابع والعشرين من الشهر نفسه وقبل هذه الاستفتاءات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه للشعب الروسي أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير الظروف الآمنة لإجراء الاستفتاءات حتى يتمكن السكان هناك من التعبير عن إرادتهم في المقابل قال المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني إن أي استفتاء يتم إجراؤه في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا سيدمر أي فرصة ما زالت موجودة لإجراء محادثات بين كييف وموسكو كما سارع الدول الغربية إلى إدانة هذه الاستفتاءات التي وصفتها بأنها تصعيد ميداني خطير فقد قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفن أن تلك الاستفتاءات هي إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية وأن واشنطن لن تعترف مطلقا بأي مطالب روسية لضم أي أجزاء من أوكرانيا أما الأمين العام لحلف النيتو يان ستولتنبرغ فقد ندد بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا وعتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب الذي يشنها الكرملين أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقد أدانت الخطط التي وضعتها مناطق في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا محذرة من أن أي تصويت من هذا القبيل سينتهك القانون الدولي كما ندد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالاستفتاءات التي يعتزم الانفصاليون الموالون لروسيا تنظيمها في أوكرانيا معتبرا أنها مهزلة ولن تكون لها أهمية من الناحية القانونية وتقول تقارير غربية أن الإعلان عن الاستفتاءات يأتي في الوقت الذي منيت فيه روسيا بانتكاسات مع اضطرارها للانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا في مواجهة اختراق قوات كييف بفضل إمدادات السلاح والمعدات العسكرية إذن مشاهدين كان هذا عرضا حول الاستفتاءات التي تعتزم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا إجراءها وسط إدانات غربية أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تييلن أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة وأشارت تييلن إلى أن ارتفاع الأسعار يسبب إحساسا كبيرا لدى الأمريكيين من عدم الأمن الاقتصادي متوقعة أن تنحسر موجة التضخم تلك في العام المقبل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن برلين سجلت خسائر اقتصادية بقيمة 60 مليار يورو في عام 2012. وتوقع هابك أن تصل تلك الخسائر إلى 100 مليار يورو في عام 2023 بسبب شراء طاقة بأسعار باهظة قال وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر إن ارتفاع أسعار المستهلكين يهدد ثروة وأمن واستقرار البلاد وذلك مع وصول معدلات التضخم إلى 8.8% الشهر الماضي ذو قال الوزير الألماني إن ارتفاع الأسعار أكبر خطر على النمو الاقتصادي لأنه يقود جوهر الاقتصاد مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلاد لا يمكنها محاربة التضخم عن طريق الاقتراض كما فعلت مع جائحة كورونا اشتركوا في القناة لأن تخلقوا على جائحة كورونا كما تقوية على الموضوع في العالم لأن البلاد يستمعتنا لمن خير من خيرها يأربانا هناك الوقاب من خير من أصبار للمدرس ورسيحة المسكر يكن كريبا نجب أن أتواسط جيدا للمسكرية خير من رسالية المقاومة ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات مع تركيز السوق على مخاوف إمدادات النفط الروسي وانتعاش الطلب الصوني وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيغ برينت 63 سنة إلى 90 و46 دولارا و46 سنة وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 55 سنة عند 83 دولارا و49 سنة للبرميل دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة الأمريكية مجددا لخفض أسعار البنزين بعد أن حققت أرباحا طائلة في ظل أزمة الوقود العالمية على خلفية العقوبات ضد روسيا وقال بايدن إنه رغم انخفاض أسعار البنزين بمقدار 1.3 دولار هذا الصيف إلا أن شركات الطاقة ما زالت تحقق أرباحا قياسية كما أن هوامش تجار التجزئة تزيد بنسبة 30% عن المعدل الطبعي مشيرا إلى أن الشركات بحاجة إلى تخفيض الأسعار حتى يتمكن المستهلكون من الادخار شركات الطاقة سلمت وزيرة ثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير للفائزين بالجائزة في دورتها الثانية لعام 2022 كانت وزارة الثقافة أعلنت في شهر يونيو الماضي أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير لعام 2022 تأكيداً لاهتمام الدولة بالأطفال والنشأ وتقديراً منها لموهبتهم وإبداعهم أقدمت إلكتروني عن طريق المنصة اللي هم أنزلوها بعد جداً في التصفيات جيت المجلس الأعلى للثقافة وبعدين جيت هنا لتكريم أنتبعاً الجائزة جائزة جميلة جداً طبعاً حاجة جميلة أن ناخد جائزة زي دي خصوصاً عليها إسم الدولة وجائزة كبيرة جداً 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 وقت كده أضيف لي كتير قوي فرحانة جداً وطبعاً بشكر سيدة نتصار السيسي على رعايتها وتقدمها لمسافأة الجميلة دي وبشكر الوزيرة دكتور أنبين الكلاني وأتمنى أن نحنا نشارك في الثقافة قدام تاني حصلت على جائزة المبدع الصغير من الدولة في الغناء مركز أول وأول أغنية لكارم محمود هي في أول اختبار كانت أمانة عليك إحساسي يعني إتي حضرتك بنتتخياليش أنا قدي إيه فرحانة موسيقى شيع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام جثمان الفنان هشام سليم إلى مثواه الأخيرة وتنوعت أدوار هشام سليم التمثيلية حيث كان الظهور السينمائية الأول له في فيلم إمبراطورية ميم ثم شارك في فيلمي أريد حلا وعودة الإبن الضال كما درس الراحل في معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981 ثم درس الفن في الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة كما درس أيضا اللغة الفرنسية وصلنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة وإليكم أبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في السياسة الوطنية خلال جلسة المجلس الأمن اتهمات متبادلة بين موسكو والغرب وجوتيرش يحذر من تصاعد التهديد باستخدام الأسلحة النووية الخزانة الأمريكية تقول أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة وتتوقع أن ينحسر العام المقبل لمزيد من الأخبار مشاهدين الكرام يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركوز الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة لكم مني كل التحية أنا صمر الزهيري وتحيات زميلة حور محمد إلى اللقاء